نبلش بالشغل والدرس. بعدين رح نشوف السفر. لانه ناس كتير بطلبوا عن السفر اذا فيه سفر او تغيير مكان. بالنسبة اليك او للشريك. وبعدين نبلش بالقراءة العاطفية. بالنسبة للناس اللي عم يشتغلوا فيه برج ترابي فيه ابراج ترابية عم تتعامل معهم كتير. يا برج العقرب. عم تتعامل معهم بشكل كبير ولكن عم بفكروا بانفسهم اكتر ما بفكروا فيك. فدير بالك كتير من هدول الاشخاص عم بفكروا بشكل مادي بحث يعني انت عم بتفكر بعواطفك شوي ناحية الاشخاص وعم بتفكر في انشاء علاقات بينك وبينهم اللي هي ممكن تكون اجتماعية او اه اترسخ العلاقات لكنهم هم عم بيطلعوا اه لقلك انه اه زميل عمل وعم بيحاولوا السيطرة على اموال اه مش لهم اه اه او على شغلات مش لهم انت بتملكها اه فدير بالك اه بالشغل اه مبين انه انت رح تعلمهم اه درس لهدول الاشخاص وعم يعرفوا بالزبط مين انت وقديش انت يعني اه صارم في في اه قراراتك اه وكأنه هم كانوا فاهمينك كانوا يعني مش مستوطين حيطك او ممكن اه ما ما فاهمينك اه مزبوط هلأ عم يعرفوا اه اينتك اه بالزبط وانك انت انسان اه قوي رح تشغل حكمتك في اه اه المواضيع بالفترة الجاي واكنك اه مليت منهم ومن تعاملهم اه المادي البحث اه في في كل شي عم تكشفهم في كشف اسرار بالموضوع اه عم بتكون عندهم طاقة اه نوع من الانتقام او كذا بس ما عم يطلع في ايدهم اشي بالنهاية انت اللي اه رح يكون في عندك اه الصلاحية احتمال كبير تخلص من هدول اه الاشخاص بطريقة من الطرق اما ينتقلوا ل اه مكان ثاني او يبعدوا عنك اه في طاقة اه بعد بينك وبينهم بشهر اه او انهم هما رح يطلعوه اي طلعوك من اه اه كمان في ناري و اه ناري وهوائي لكن الاكتر شي اه الترابي بيين اه بالاوراق لبرج العقرب حبايبي في زي تحذير اه من حوادث سيارات السرعة في السيارة ان الشيك على سيارتنا منيح اه في اه اه احتمال ان نعمل اه حوادث بسيطة فدير بالك من التهور بالسواقه بالفترات الجاي في وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب كنت عايش في أوهام معينة لكن بالأخير عم بتكون انت الملك والأمور زي ما قلت من قبل كمان الكروت عم تتكرر انه انت رح تكون عندك بصيرة اكتر في اللي حواليك وفي الأمور فعم بتكون اكتر متحكم في الموضوع وعم بتودي لصالحك بكل حكمة وبكل قوة من ناحيتك بالنسبة للأشخاص اللي بيدرسوا في خبرية حلوة في النهاية رح توصلوا لها لكن في جهد مبين كبير من برج العقرب واكنه الدراسة وبس ما عندهم وقت لتضيع الوقت مبين عندي انه فيه تركيز كبير بشهر دراسة من ناحيتهم واكنهم خلاص حاطين في هدف معين انهم يوصلوا له وعم يوصلوا له في خبريات حلوة ممكن تكون للي بدرسوا دراسات عليا خلل نشوف اذا فيه سفر للناس اللي بستنوا السفر بالفترة الحالية فيه سفر لكن فيه احتمال كبير بعد شهر سبعة انه تكون لانه طلعت عندي فيه طاقة المستقبل مش فيه الطاقة الحالية اللي هي فترة شهر يوليو اذا فيه ممكن بالمستقبل احتمالية كبيرة بالاشهر الجاي قبل نهاية السنة لكن في شهر دموز عم بتكونوا عم تنتظروا هذا الخبر للي مستنين تغيير ممكن يكون فيه تغيير كمان مسكن لبرج العقرب عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد ممكن هذا الاشي يكون مسكن وممكن يكون بغير طريقة تفصلوها فيه شخص واقف يعني مش راضي عن هذا السفر عم بيحاول يعرق الأمور لكن الأمور في النهاية عم بتروح للمسار الصحيح ورح يكون فيه سفر بالأشهر الجاي فبيحكي لك ما تتعب عندك أوجاع فيه الرأس ممكن شقيقة مبعرف فيه الرأس أو الرقبة فيه فيه موضوع مقرقكم ممكن يكون عاطفي هذا الاشي فهذا كل اشي بالنسبة للدرس والعمل كمان للسفر بس شايف فيه رغبة كبيرة بالسفر لبرج العقرب هذا الشهر وكأنه عم بهربوا من مكان لمكان عم بهربوا من متاعب ومن قلة المادة أو قلة المال في المكان اللي هم فيه عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقه ممكن خلينا نشوف العلاقات العاطفية نشوف أول اشي للعزاب حبايبي إذا مستنيين فرصة برج العقرب نشوف إذا فيه زواج أو حب أو بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا أبدا في حياتهم بالنسبة لطاقتك أنت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك يعني وكأنك يعني مليت من الأشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم إشي أولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها إذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية عم تروح للواقع أكتر بالنسبة لطاقتك أنت فيه فيه رزقة فيه مال في الموضوع فيه أبراج بيانات هوائية أبراج ترابية لكن أكتر شي حتى أوكي ترابية ومائية وهوائية لكن أكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الأبراج لكن على الأغلب ممكن يكون ترابي بالمرتبة الأولى أو ناري هذا الشخص اللي جاي فيه طريقك أنت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب وكأنك ما أخذ استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلاص بتحكي لحالك حتى لو إجا شخص جديد فما يعني ما حيزبط هيك طاقة تشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة فترة شهر تموز لكن فيه فيه شخص لكن بميل أكتر للصداقة ممكن أن تتبلش صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا عبارة عن الصديق لكن تفكيره عم بيكون أكتر بيستغير لكن هذا الشخص اللي بيين أنه ما كنت تعرفه ورح يكون شخص جديد مية بالمية برضو بينات الأبراج الدرابية والهوائية ممكن نارية والنار يبغلب في هاي الأوراق إذن للعزاب فيه شخص حيظهر بشهر تموز إن شاء الله لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بيناتكم إذن على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض أبل هيك كمان زيك تماماً يعني أنتو بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانه ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة فهو بيشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد بهدايا في وفرة مالية عنده أو ممكن أنت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص أو ممكن يساعدك في الوزنس تبعك لكنه هو في عنده نية أنه ينشئ علاقة فحيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فإنت إذا حابد أنك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لأنك مش مصدق رح تكون كل الأشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب وعم تتسرع بالحكم على الأشخاص فأنا بقولك أعطي فرصة لكل الأشخاص في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب عم بيكون في معل جاي بالطريق عن طريق شغلك أنت أو شغل الشريك في ربح من نوع معين أو استثمار عم بتلاقي نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع إذن المادة بتغلب على أكتر تفكيركم في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكتر في الأولاد مش متفقين على وجهة نظر معينة وكأنما أنتم مختلفين دائما أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة في طاقة مش مضبوطة اللي هي كل واحد حاب ياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعض لكن ما في طلاق بعض ورجع وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بخوف عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك إياها بإرادته عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول وهذا أحسن لألك لأنه أنت عندك إدارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب إنهم يديروا أمور المنزل خاصة المادية فأكتر ومادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب نشوف شو الورق ممكن الفلوم بالنسبة للمرتبطين أنتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحواليه لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وإنت نفس الشي يعني أنتو الاثنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحيانا بس انت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعد وهي الثالثة في علاقة ثلاثية في الموضوع لكن ببين أنه عم بلعب عليهم أو أنه هيك يعني بيجوا بروحوا في حياته لكن مرجوعوا إلك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنه ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون فيه رجوع إلك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتوا عم تبعدوا تقربوا تبعدوا تقربوا ولكن شايفي فيه فيه استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات فيه ناس بيقبلوا بيقبلوا أنه يكون فيه علاقة ثلاثية أهم شيء يكون الشريك معانا فيه ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك فالأمور بتهيئ إلي إيجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا الرجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من أشهر مثلا تاركين من أسابيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع إذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف إذن للمطلقين أو للمنفصلين من برج العقرب ملل بشوفك ملل بطريقة مش طبيعية عندك ملل ملل مللت من الانتظار مللت من يمكن أساليب الشريك عم تعرف عنه شغلات يمكن بالفترة الماضية ما كانت عم تعجبك لكن بالفترة الحالية فيه أخبار حلوة عم توصلوا عنك وفيه احتمالية رجوع وسعادة وممكن يكون فيه ارتباط بالمستقبل ولكن هو شخص شخص متحكم شخص عنده الانا الايقو كتير عالي عم بشوفه عم ينصفك عم ينصفك عم عم يرجع إليك حق عم ترجع لك كرامتك ممكن بس شايفه في قبل شايفه عندك طاقة انتقام حابب تنتقم كتير من الشريك فانا بنصحك انه تطلع من هاي الطاقة لانه ما رح تجذب لك اللي انت بدك إياه في هذا في هاي العلاقة فبنصحك في انه تطلع من هاي الأفكار الانتقامية وكأنك وكأنك عم تستنى لما يرجع و يعني تدركه أو تعلموا درس بس أنا شايفه في رجوع بالنهاية في نهاية الأمر وممكن يكون فيه ارتباط بينك وبين هذا الشخص مع انه بالورق نبين مش مناسب لإلك لكن رح يرجع لك عم بتحاول في هاي العلاقة تتغاضى عن أمور معينة في سبيل انه تمشي في العلاقة فكروت يعني حلوة عم تطلع على الأشياء القديمة وتضخمها على الفاضي يعني كروت حلوة بالنسبة لإلك في العلاقة العاطفية للمنفصلين حبايبي خلينا نشوف إذا فيه نصيحة ممكن يوجيها الورق لبرج العقرب إذا فيه مصيحة ممكن تنفعنا في هاي الفترة في شهر تموز أو بالفترة الحالية يحكي لك ابعد عن الأشخاص السلبيين وقرب من الأشخاص الإيجابيين يحكي لك حارب عشان الشغلة اللي بدك إياها إذا أنت ما تعبت لحتى توصلها هي ما رح تيجي على طبق من فضة لازم تتعب في الموضوع بيحكي لك إذا طلبت المساعدة من أشخاص رح تلاقي هاي الفترة نتائج حلوة ورح تستعين بأشخاص يعني على ثقة إنهم أصحاب ثقة ممكن تكون توثق فيهم فبيحكي لك في أشخاص موثوق فيهم ما تسكر الباب على كل الناس اللي حواليك لا جدد العلاقات واقبل بالإشي اللي موجود عبين ما تحس الأشياء حلوة بس بحكي لك ما تفكر بالأديم فيه جديد حلو جاي على الطريق بس نبين بالورق فيه شخص عم برقبك عم بغار كتير عليك عم بحاول هيك بيفك شفرات وشغلات وبترجم شغلات وبفسر وبحلل عم برقبك وشوف كيف أوضاعك أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر